سباح النور سيلاحبيب شهر النهارك أسعد اليوم وجمعة مباركة للجميع الزابينج نحكيو فيه على بعض مما قيلة البارح نبدو بالاخبار اللي جابيك العالم هو قيلة البارحة برشح ويش نفرزو حاجات هاي هو كامش نعديو كل ما قيل تيلا يحبنا برامج هاي تنخذو بعض هم قيلة هني نحكي على حاجة تهم هالي سفيقس بصيفة خاصة وتونس ككل نحكيها هني على الانطلاق الرسمي في استغلال محطة تحلية مياه البحر في سفيقس في فترة تشهد فيها الضغط كبير ياسر على الشبكة هني اه فما فيديوه مزيان ببرشة معتها اللحظة لولا الانطلاق متاع الشبكة كانت نشرت الصناد على صفحتها لشركة تونسية لإستغلال وتوزيع المياه على صفحتها على الفيسبوك فيديو مزيان متاع ناسم معتها بالحقك الأحساس أول مرة الهنية للتذكير انو باش تكون من الفين وخمسة وتلاثين المشروع هذا باش يغطي كامل احتياجات ولاية سفيقس الى عام الفين في الفين وخمسة وتلاثين باش نوصل صون برصون احتياجات كل يغطيهم اما توا باش يبدأ باش يغطي مرحل مية الف متر مكعب باش يغطي مرحل مية الف متر مكعب من هنا لالفين وخمسة وتلاثين ان شاء الله كنسها ربي كان حينا ربي ولاية سفيقس الى ثاني اكبر ولاية بمعتنا حكاية من عدد السكان في تونس بتبيعة باش كون هي ان شاء الله كافة حاجياتها باش تكون مياه بحر محلات وهذا اللي هنا بتبيعة عطاة المجال لبعض الالصن الخبيثة باش يقولوا اخيرا ماء البحر شربنا منه تذكرك خلطانك العام اللي مش عاجب وش نجرب ماء البحر شربنا ماء البحر اما ما في مصل حاوكا مش في حاجة مع تمتعب ولكن محاول باهي انو واحد يستغل ثروة مائية كبيرة برشا يجبنا نحاول لأو هو استغلاله حتى اللي ميحبش مياه البحر لانو تونسا على فكرة في مديرسة كان خرشت البرح ناشرت البرح ومفيت تحكي انو واحدة واربعين بالمية من تونسة يشربو كان المياه المعالبة كهو ميشربوش مياه متع السابت صحيح ممكن ذاهرة مانعشة اسكم عندهم مش ثيقة في الماء اسكم معتها من الناس يتقلقوا فيما الناس يعملونهم امراض مهما كانت الدرجة متع الملوحة او الكلكير الموجود فيها هذيك عليش معتها التحليط مياه البحر ومش بشرت فيه بشكل الشرب كهورا تنجم التنظيف تنجم تسقيب ايه تنجم تتصرف معتها ألف ألف باب و باب اخر بشم بعد يولي نركزه على انو المياه السالح على الشراب بشكون كالتي خير برشم اللي موجودة تويكا ووكا الاخرى اللي استعملت الاخرى عندها مياه البحر نعم نمشي لحاجة ثانية اليوم بش نحاول نركز شوي على يسميه الفاكت تشيكينج اللي هو محاولة كشف بعض الاخبار الزائفة وما اكثرها وما اكثرها الاخبار الزائفة دي ما نحبك هكا حسين تتقصى تبع جره تبع جره امور تقصى نعجبك ليلة تنتبع جره ونحاول نلقى بفهمة اشياء خاصة اسمع ولي تشدوا متلبس جيبوا لهنا اليوم سعيد بعد ترحم واشنطن عنين وخميس اثنين واربعة وجمعة وسبل زيدا غدوة ايبقوا باعتبار نبيلا خرجت في عطلة اي ان شاء الله ان شاء الله خالت فرح دي حتى اليوم عشرين جوي دي تعود اليوم عشرين جمعة جاي كل ما عتب قدرة ربي اللي نشد ونجيبوا لهنا اي اي فلاح دي اي الشاعة لنحكيه ولهنا اللوله هي الشاعة الحاشرة المسمعين الدليع، الدليع المسمم الناس حكيتوا انو فهم نوع متاع الدليع قاد يدور ويستهلكون فيها. لأنه يحدثت بشكل مشكلة للشخص والميارية. هذه هي من الأشياء التي تحدث في الصفرة. ليس بشكل مشكلة. هناك أحد المسؤولين على السلامة الغذائية. وقرروا ولمهمتها. يحدث عن ريجل. الذي يحدث أن يكون هناك أشياء في الماء بارد. ويستقود تحت الكليماتيزور. ويستيقود تحت الاغلاء. ويستطيع أن تكون هناك أشياء. يبدأ أشياء 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 في الأشياء. وليس الأشياء في الأشياء. يتعلم الوحد بالكلمة. مسمى يو قلق الدلائعة فيه عليها. وهو تلقاء ما سهلكش وما سيرطلوش مشكلة. ما يتعدي كما هكا. وراهو لهنين ذروا برشا ناس معتها بكلمة. والطريف والغريب أيضا في بعض الإشعاعات. أنه برشا ناس في سعي يصدقوها. أنا واحد فنان. قال لي خي سحيح لاخبار الفلاني. المتعلق بالمؤسسة الفلانية. قطلوا أنا ما في بليش. قال لي هاو كاتبين. قطلوا أي. هذا كمصدر رسمي. يكتبوا أي واحد يكتبوا. ورني على الفيسبوك. قطب ربي يأخذي فيسبوكك عندك أنت. اي فما الناس توزع في الاتهاميات. يمين ويسار. يا ربي يهديهم. مكوذكش مشنجب نقوله. لهنين فما إشعاع أخرى. اللي هي إيقاف هي مش إشعاع. هو خبر. يقول إيقاف الرحلة الليلية. من برشلونة المحطة بوغاتفا. نحكيه لهنين. علي بوغاتفا بسيدة حسين. لرافير اللي كانت مشكلة كبيرة يسر. هما قالوا الرحلة الليلية هي تقريبا ما حكاية تسعة ونصر حاجة كما هكا. الشي من هو قررت اتوقفها. برشا قال لك من المشاكل والعوم. والناس تضرب بالحجر وكذا. وهذه كان الإشاعة الخائبة لقعد الدور. هنا أول ما تعمل لرافير. أنا نذكرا لحكاية هذه. لأنه فما ناس عنا مع تنوع من نجمش سميها جهوية أو عنصرية. أما نوع من التنميط. تنمت سكان جهة معينة. لرافير كان يتعدم جهة سيد أحسين ويجيب على حي هليال ويجيب على البلاس هذيكا وحي الزهور. الناس كل ما قال لكم بلاس هذيكا تتصير فيها بركاجية تتصير فيها سريقات. صدقني خبشة لاترة. وشاء الله ربي بقى عليه الصدر ومسارتش فيها حتى مشكلة. والحمد لله. المشكلة إنه ناس تنمت مع تتحط البلاس مع تأنتي ركم الملاسين. أكيد ربش كون حكاية كيمها كرودت لها ذاك بشتصير في مشكلة. برشة أحياء شعبية فما الناس طيبين ومحلاهم. وهما الأغلب. اليسار يا سيدي مو شكاكة. لأنه خاطر موقفت لك المجال متعليش عاعد. خليك ليوا بركاجات في الليل وعتيتهم. ما فهميش منهم. وموشوا بركاجات هنا فقط قاعدين يحذروا. فليني اللي خذشي تعرض على برد. حسام حتى نكونوا مواضحين. موجود موجود. موجود سير حالات يعني. ليه ليه. موجودة رهيب. مقول الشيء بكل البلدين العالم. في حونس في درجة كبيرة. حتى أصدقائنا سواق التكسيات. برشة مرات يتعرضوا البركاجات. كل كل كل. حتى مواطن الرساقية هذه المعرض فيها في أي وقت. وفي أي لحظة. ومتنجم استعمل معتها الشخص لمقابلك. يما نحكي لهنا على الأقل. نركز على وسائل النقل. لأنه دموا عندهم حماية خاصة. بلا خاصة. اللي نحكي عليه الليني اللي كاربائي. لأنه عندهم حماية أمنية. نعم. وذلك ممكن عليش ما تصير فيها مشاكل. اللي ساير انه باش يصير أشغال. على الليني اللي. الليني اللي. الليني اللي. هو اللي يتعدي على بردو. جديد. اللي. لاشغال هذي تستوجب. انه يتقص الطيار الكهربائي في الليل. باشي قصوا الضوء. على السكة. باشي نجمي عادي. وعندهم ما سالة سيواء. فالذلك قصوا رحلة الليلية. وبيش قصوا رحلة الليلية. نتصورها. على قداش من وقت. قداش من نهار. حاليا ما زل معطاوش. معطاوش ديلي. معطاوش ديلي. إن شاء الله ما تتوصلش. أكيد. لأنه احنا نشجو العبيدوش تخرج تسهر في الليل. وتتفرهد. وتمشيتها. وعندك مهرجانيات. وتمشيتها. وتمشيتها. لا. وبشكون الدنيا منورة. صحيح. إن شاء الله. لحاجة الثالثة. ذهب إيقالة مهرجان مدير مهرجان كرتج. أو دارة برشة ديليل برحة. على سي كامال. سي كامال. برشة قالوا رو تم إيقالة. وركم ما في مش منا اللي حكي. رو إرجع للمصادر رسمية. رو في الموذيع الكماك. أرجع للمصادر رسمية. وهذا رو إشيعة إيقالة. وره يتعاود عندها. ومعطاوش مع مين. وليس بأسفل صحيحاً على إشاعة أخرى حتى نروا حينهاً على البرمجة وفي محاسبتنا على البرمجة فتعقاد الكبير يسر من برشة مواتنين كانوا طلبوننا يقالوا على الحفلة يروكي التي سارت في مهرجان دوكا برشة تقلقوا منهم قصوا تساكر ومنجموا شو دخلوا يعني كان عقبال كبير يسر والحفلة كانت نجحة نجحة فنياً تنظيمياً راهوا برشة حاجات للمراجحة برشة حاجات للمراجحة معتني أنت المسرح ما يقبلش عدد معين متاع تساكر ومتاع متفرجين ما يلزمش استغلال واللي صار انه العباد اللي قصت حابت تدخل وكي حابوا يدخلوا معتها من حقه باش يدخل من حقه باش يدخل باتباع ايه امنتي زادة عندك تاقة استيعاب وصارت ما قولش ما مواجهت وما قولش ما صار شوية احتقانه بين رجال الامل اللي امنوا في المهرجين وبين المواطنين اللي حبوا يدخلوا الحفلة صارت كان بعض صاغربوع مزمان فنياً رايفاء حفلة نجحة وهذا النوع متاع الحفلية نحبوها على فكرة انتي مشيت انا ممشيتش انا نخدم يوم تغدوه وكان باش نمشي ترسيري نسهر وباش نتعطل شوية فهمت اما هذا لا ينفي الي الحفلة كانت نجحة فنياً يعني عندك اخبار على نجاح الحفلة يعني اخدت لك فنيين نجحة هو اكيد راودوفيس باش يجيب للغروب هذيك والناس تحب تسمع الفان الملتزم والناس تحب تسمع فان الملتزم بيروح عصريك والناس تحب تسمع معت الغروبيت الشبابية وانتي احبيب دي جا تفاجأت لانه اغنية تلك القضية من الاغاني القليلة يعني كيف يكون المحتوى هكا باهي هيا باهي هيا باهي هيا باهي هيا باهي ادعوك لحضور لنقد فكرتو الندوة الصحفية انتع مهرجا قنطاج يوم الاثنين القادم ان شاء الله اي وادعوك لحضور حفل الافتتاح مع لطفي بوشنق دعوة من عندك هيا هيا قيضو علي عندك ان شاء الله نحضر له وكنت حب والتفضل لا 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 اقتبش عليك وكنت حب السره تفضل ان يقعدين ينونسي وكل مرة مشهر ايه ما يتخرج اخبار فما صحفي نيت صايد ويحب يخرج اخبار المشكل راهو ليتكلموا في الاعليم او في اذاعة او في برنامج ولكن يجب يكون ثبت يعني اللي يتكلموا دو انا نسمع برشة اخبار وبرشة فنانين منشيش نجري اليوم سعيد ونخبر يجبني نتأكد من المصدر والمشكل في غياب المصدر اللي قاد يتكلم من مكتب الاعليم فمشكون يركب على الحدث والتي تلقا يخدم معتها في المهرجين لا وعلم التات الشنية بالضبط يتكلم باسم المهرجين وهذه مخترة الحكاية لانا نفهم ايليات للاتصال مش الناس كل تتكلم ايه تتكلم ايه هولا عندك مسرحية عطيل وبعد في افتتاح مهرجة الحمامات مثلا او بش نحكيه على الافتتاح بعد ثمانية نعم ان شاء الله نمشي تاوى الحاجة اخرى بحنا نحكيه بتباع على الحاجات اللي قاد تتعدى والاشعات وكل سيء نحكي تاوى على نوع يسمى نوع من الدمغجة معتها السنية الماتير اللي تنجي بتعديها اللعبات احنا نحاول دائما نعطيهم ماتير او مادة ترتقي بالعلاقل تخليك تخمم مش بشرطية مش نعطيك معلومة صحيحة خطرنا حتى حد ما يملك المعلومة صحيحة اما نعطيك معلومة نخليك تخمم او نخليك مثلا انت عمل شوية رفليكسيون او شوية كذا فهم محلل استراتيجي وعسكري وكاتب ومفكر مسمى يروحه وزعيم سوفي يجيبوا فيه في واحدة متلافذة في تونس فهم اذاعة خاصة تقريبا عاملة معها عقد خاصة يعني هذا عبقري زمانه يقوله او هو على قل يروجه الروحه كما هك هو شيخة ريجا من ناحية اخرى ومفكر من ناحية اخرى كاتب ومن ناحية اخرى محل استراتيجي يحكي على عسكر وعحكايات وزعيم زعيم هو وممكن زعيم روحه نسمع شوية من البارح عمل البساج ليس تسميه تليم فليتون حكا فيه على شوية حاجات ومحل استراتيجي وفهم نيفو معين متعبين تسمع كلام كما هكا تنجم تتخلق هو ظهر حقيقة في توجنوسكا 2008 قبل اضطراع السلاح النووي ظهر شعاع اشعى في تلك المنطقة من سيبيريا 2000 كم مربع قطع 80 مليون شجرة دخل الروس الى تلك المنطقة بعد 19 عام وجدوا ان شجار مازالت محترقة لم ينمون في المكان شيء الى هذه الساعة مازال اليوم غامضة من غامض العلم من بين من تصدوا لتفسيره نيكولا تيسلا قال انا نقلت شعاع ازرق عبر الاثير هو بنى برج تيسلا واستخدم نوع من الكهرباء حتى انها تسري دون اسلاك ولكن البنوك الممولة منعته لانه سيعطي كهرباء مجانية وقال ان الهرام نفسه كان يولد الطاقة نفسه كان مشروعا لضرب العالم لايقاف العالم بوقت معين ادخال العالم في مرحلة جديدة لا شيء اكثر انتشارا من الخوف كما لائحة الاشهار في فيلم كونتيجن واللقاح نفسه الهنس الجينية نتائج هذا اللقاح في تقليل الخصوبة مثلا في كثرة الجلطات في استراليا بالحسابات زيادة كبيرة جدا الجلطات القلبية والتخصر الدموي في اقلال نسبة الخصوبة في غيرها وجود نانو تكنولوجي في بعض انواع اللقاح هذا مثبت علميا ايضا وما اثبته بوتين وما اثبته الروس من وجود مخابر كانت تصنع هذا الوباء حتى وباء الابونة نفسه تم تصنيعه شريح توضع في عقل الانسان والتحكم فيه الذكاء الاصطناعي نفسه بدأ يورط في تغبية الانسان وفي نزع قدراته الثقافية وفي سلب علومه واعادة ايصالها اليه بشكل مشوه بطريقة فيها تلاعبه الذكاء الاصطناعي التوليدي نفسه يكذب شات جي بي تي يستطيع ان يكذب بالحق يتكلم بلغة صعبة برشة شات جي بي تي يكذب الناس قادة تصنع في الدراسين شقوع ازرق يضربوا بي في العبيد وضرب في سيبيريا ثمانين مليون حسابه حسابه وكان موجود عام الف تسعمية وثمانية حاضر على الحكاية هذي وقالك زيدا الانسان ما تلعش لجامرة نفهمش منها الحكاية هذي والاكثر قالك الاكثر والاختر انا رأي انه في الاحديث هذا الكل انه قالك الكورونا تصنع في المعامل وضر الخصوبة متاع الرجالة بالذات انت تصيروا عليها مشكلة يعني لواش هذا الاخير يعني الخلاصة لواش هذا الكل هو من حقه رو يعبر هو من حقه يعبر اما راهو الحضوة اللي قاد يلقى فيه في وسائل العليم هو من حقه يقول لا يحب يقول يحب من حقه وذيك اذكره ولكن مينزمش هو ممكن مؤمن بالكلمة قاد يقول فيه اما راهو المختر انك تقدمه كم محلل وكذا وككاتب وكم مفكر وحط استر تحت كلمة مفكر هذا هو المشكلة الشجي بيتي ونحكيه على ذكال الصناعي العالم ماشي في الكل في الذكال الصناعي رأوسي الحبيبك انا معتها ممكن مش عطينا قيمتها التليم ذا متاع البكالوريو متاع نوفيو متاع السيزيم يحضروا في الامتحانية متاعهم بشات جي بيتي يلخصوا في الدفورات متاعهم بشات جي بيتي رو تلميذ ساعات تلقاه في المراثية متطور ياسر على بعض الاسد يحضروا بشات جي بيتي ونحن نحكيه ونقول لك ليه ذكال الصناعي فماش منه وشات جي بيتي كذبة جاك دوروسي الواحد من الاكبر المؤثرين في عالم التواصل الاجتماعي قال لك قريبا جدا معتها يحكي سنوية تقريبا ما عادش بيش تفرق الصحيح مالغالط انهو ذكاء الصناعي وانهو التزييف العامي قديب فيك ما عادش بيش تفرق لانو تلمون وليت تقربيس الى ذكال الصناعي نجل نعملك صوت كما صوتك انتي بالضبط صورة كما صورتك انتي بالضبط خبار كيف كيف وهذا كله بتوعبش يكون في في مصلحة البشرية او في مضارتها اسمع انا متأكد من حاجة انتي حسام الدين الهمامي دا كما انا اما نعم برسوناج واحد يخرى ويشبه ويعمل حاجة دخلين نشدك متلبس شكرا حسام الدين الهمامي بعد قليل مع اخبار رياضة ورفقي بو ستة